نحن نتكلم تحديداً عن مباراة الأهلي وسيراميكا كيروباتر النهاردة وزى مالك والبنك الأهلي مبارح بس نبدأ من حيث انتهى الأسبوع مباراة الأهلي وسيراميكا كيروباتر شفت المباراة إزاي و هتخش يا فنان فيها على طول الأولى ابتدي بمباراة الأهلي و هبتدي لك ب... الكلام عن المباراة بعد نوسة يلا بس ألا أقول بقى المباراة بالنسبة لي كانت نصين النص الأول الأهلي مدخلتش المباراة بشكل جيد بوقع في نفس الأخطاء اللي وقع فيها في مباراة نوسة نهاية كاس السوبر في الإمارات أمام سيراميكا سرعاً ما استعد مارسل كولر الشراسة والشكل الطبيعي اللي لقى بمباراة الزمالك فيه السوبر المصري نهاء السوبر المصري ومن ثم مباراة العين في القاهرة وعمل حاجات كتير جداً نتكلم علىها تفصلياً بعد شوية لكن بالنسبة لي أداءه آه مش مفاجئ لكن وداني في حيث تعرفة كريم لما تبتري كده أي دوري أي دوري من الدوريات الكبيرة يعني وتيجي تقولي خلاص طالما هالند موجود فهو كده كده هدى في البريمي الليج طالما هاري كين موجود في البونتسليجة طبعاً ده بعيد عن الأداء العظيم اللي بيقدمه مرموش يعني طالما هاري كين موجود في البونتسليجة يبقى هو الراجل من أول مباراة بيقولك أنا جاي أنا بقى له هدى في السنة دي برضو ده اللي بيقدمه هو وثامة أبو علي ما قلش أبداً راجل شرس بيسجل قادر أن يسجل من كل الوضعيات أكتر مهاجم متكامل دخل الكرة المصرية في السنوات الأخيرة في مهاجمين كتير جيدين دخل الكرة المصرية سواء محليين أو مهاجمين أجانب لكن وثامة أبو علي هو المهاجم اللي عنده القدرة أن يسجل باليمنى واليسرى بيسجل برأسيات بيسجل من لعبة مفتوح بيسجل من كرات ثابتة وبيسدد من تزديدات متحركة سددها الموسم الماضي وبيسدد من ركلات جزاء بيسجل من القريبة بيسجل على البعيدة أكثر مهاجم تكاملاً دخل الكرة المصرية في السنوات الأخيرة مهاجم مرعب لكل منافسين النادي الأهلي لكن يبقى السؤال دايماً وبحط ومحبش أنكد عن الناس يعني ماذا لو وثامة أبو علي مش موجود في التاكتك مش بس أنه بيجيبه جوان في التاكتك بتاع مرسل الكولور تعالي نشوف بقى ما قدمه وثام كما نكدتش عن الناس لا ما لازم مش عايزة نكد بس تخيل بقى بعيد أننا مش عايزة نكد على الناس تعالي نجيب سواء الأهداف أو ما قدمه وثام في عملية الضغط النهاردة والطول الوقت بص الأهلي طول الوقت بيدافع بالأربعة أربعة أتنين يا كريم في معظم أوقات المبرى بيدافع بالأربعة أربعة أتنين بيعتمد أن إمام هو اللي بيزق فوق في معظم الأحيانة علشان يعمل عملية الضغط مع وسام لكن أنا بالنسبة لي التراكينج والسكانينج الراجل طول الوقت متابع الكورة طول الوقت مركز طول الوقت بعمل عملية الضغط وسام أبو علي إذا كان خطير وهو معك كورة فهو مرعب من غير الكورة مرعب أنت طول الوقت قاعد كاشش كمدافع أو كحارس مربع من وسام بص هنا يا كريم الترانزيشن هنا الراجل بيعمل الترانزيشن مع تاو وبمنتهى منتهى البساطة الراجل شايف تاو وجاي من ظهره تاو حطي له الكورة والرجل رجع حطيها لتاو تاني تاو كمل كمل الفريم اللي بعد على طول الراجل طول الوقت قادر يشتغل في التحولات أو في الست بلاي أو في الشكل التموضوع العادي كملهات الهجمة اللي بعدية على طول ده الفاول تكنيك وسام يا كريم أنا مش مشكلتي في أن الكورة دخلت هدف التكنيك بتاع وسام يا كريم التكنيك بتاع وسام بالنسبة لنا هو مشوت بتكنيك مختلف مختلف عن معظم اللعبين ما عندناش لعيبة بتأسيس وسام أبو علي في الدور المصري تأسيس بتاع وسام أبو علي على صعيد المهاجمين تحديدا ما عندناش في مصر التأسيس بتاع وسام أبو علي سواء في التزديد في التكنيك شكل هو بيحط الكورة شكلها حلو كمل هاتفرينبل بعد كمل كمان بص الكورة هو قاعد متابعة الكورة هو كان عايزة تروح أبعد من كده في الزاوية البعيدة لكن قوة الكورة والدورانات اللي في الكورة هي اللي خليتها والتوفيق طبعا من اليوم في إمارا ولا قوة الكورة هي خليت خليت بسام هو بشيرها دخلت بدل ما تطلع لبرة يعني يلا اللي بعد بص هنا ده الهدف يا كريم عشان الهدف ده بالنسبة لي هو القصة فيه قصة تاني اللص الشريف في وسام أبو علي اللص الشريف بالنسبة لي وهو رايح أنا عارف هو رايح يعمل إيه بس هو المدافعين وقفينه وعارفينه وعمل إيه بس سرعته في أنه بيعمل الترنات ويختفق كل مرة بيعملها فيك كم كورة دي طبعا أربع تمريرات بالزبط من السنتراء وكأن السراميكا معود المرة اللي فتت عمل أربع تمريرات لكنها كان أربع تمريرات لسراميكا وسجل طاير بعد 12 سنة هي 12 سنة المرة دي برضا أربع تمريرات لكن للنادي الأهلي كروس عظيم معتاد عظيم معتاد من طهر محمد طهر عمله في السوبر قدام الزمالك وعمله قدام بيرامدزو بيعمله النهاردة قدام سربيكا بص ارجع بعلش فيريم واحد أو فيريم اللي هورا فيريم كمان بص وسام هنا وهو بيجري يا كريم رايح فين رايح يقطع على القريبة لأن طهر يحط القرى على الأرض فلازم وسام يقطع هنا على القريبة لأنه وهو بيعود لها بيمينه هو هيحطها في بطن رجله على الأرض فلازم يقطع على القريبة بفعش يقطع في ظهر المدافع لأن المدافع هيخش الشيال طيب لما لقى كمل فيريم اللي بعد لما لقى طهر راح مرقص ومفنت وراح رايح عاملها على شماله والطبيعي طهري إما هيعلقها الفوق يا إما هيحطها له في ظهر المدافع فراح قاطع برضه قدام المدافع ومسكنه خالص إنه هيقطع تاني على القريبة في نفس المكان اللي رايح فيه وراح سرقه ولافف كمل روح يلا اللي بعدها وراح داخل كمان فيريم راح داخل في ضرب بقى لواحده تمام من غير أي اشتراك مع المدافع سرقه في ثانية في ثانية وجول ده غير التكنيك بتاع الوقوف في الهوى رغم أنه سام ما كانش من قط قوته الرأسياط بص ده من اللي زباني لتكفر رجل وقف وقف استنها وراح طالق قعد عارف الكورسي اللي قعد عليه بقى في الاحتفال بتاع الماتش اللي فات هو طالق قعد عليه في الهوى هو وقف هو وقف ارجع سويا بس ثاني سويا هنا بس الطبيعة عاصل الكلة دي هو يجعلها يحطها على يمين طبيعة يقبلها على عدلتها يقبلها على عدلتها بس هو شاف أن بسام خلاص بياخد الانطلاقة على ناحية اليمين حطى لقى السبت حطى لقى السبت هو غير فكرته في جزء من الثاني ما يعملهاش دي إلا لو هو لائق بدنيا وذهنيا 100% علشان يقدر يغير في جزء من الثاني هو وقفه يوقف وروح مغاير قراره عشان نحطها بالشكل ده في حاجات تانية يوسان بس يعني نكتفل لازل قطف يعني هو اللي قدمه ده بالنسبة لي يكفي يعني حلوة الكلام ده